إخواني عائلة قناة العلم يعرف الكذب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله بعد خروج الخبر من جيف بيزوس يعني تعرفون جيف بيزوس وهو المدير التنفيذي أو سيئو لشركة أمازون المعروفة بعد قراره التنحي عن منصب سيئو المدير التنفيذي لشركة أمازون قررت أن أقوم بتحليل شركة أمازون لنرى توقعنا المستقبلي لها إن شاء الله انطلاقاً من تحليلنا للشارط انطلاقاً من تحليلنا لمخطط المخطط الذي ترونه أمامكم وإن شاء الله في المستقبل لنرى أن سيكون تحليلنا صحيحاً أم خاطعاً وتعرفون أن جيف بيزوس يعد من أغنى شخص في العالم وكانت هناك أخبار تقريباً في 3 فبراير 2021 ونحن اليوم 5 فبراير 2021 نسجل هذا الفيديو قالت بناه من المقرر أن يتنحى مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس عن منصبه كمدير تنفيذي لشركة أمازون التي تعرفونها هي عملاق تجارة الإلكترونية والذي كانت قد أسست تقريباً هذه 30 سنة من مرآب منزله وهنا هذه الخطوة التي قام بها جيف بيزوس هي خطوة أعراد منها أن تمنحه بعض الوقت والإنرجي والطاقة للتركيز على بعض المشاريع الأخرى فهو يعني تعرفون ومستثمر في مجموعة من المشاريع الكبرى وهناك بعض المشاريع بالنسبة له التي يريد أن يركز عليها في هذه السنة وقال بأنه في النصف الثاني من سنة 2021 سيقوم بالتنحية عن هذا المنصب لذلك قررت أن أقوم بتحليل كامل لسهم أمازون فلاحظوا معي أصدقائي أمازون فهو في اتجاه ساعد تلاحظون اتجاه ساعد قوي طيب هنا ماذا لدي؟ إذا حللت هذا السهم سنجد أنه لديه موجة دافعة تصحيح على شكل رانين فلات ثم موجة دافعة أخرى طيب من قواعد وقوانين رانين فلات أن يصل إلى 161.8% سأخذ الموجة الدافعة وأرار وصلنا إلى 161.8% لاحظوا بالضبط نحن على 161.8% تلاحظون إذن هذا السهم أو هذا السهم نعم قام بواجبه الذي ما هو؟ الذي هو الذهاب إلى 161.8% يعني رانين فلات قام بواجبه أعطانا الهدف طيب الآن لاحظوا ماذا لديه هنا هنا إذا كانت لديه موجة دافعة وتصحيح على تايم فرايم صغير هناك احتمال أن ينزل السعر يأما أن يكون هناك تصحيح كبير في هذه المنطقة خصوصا إذا كانت لدينا ديفرجنس هنا أو يكون هناك كومبليت لرجوع للسعر طيب لنرى هل لدينا ديفرجنس تستطيع استعمال ماكدي تستطيع استعمال أي شيء هنا أنا أستعمل RSI لاحظوا لديه ديفرجنس تلاحظون لديه ديفرجنس لاحظوا هنا السعر ساعد والRSI هابيت هناك ديفرجنس يعني ماذا تعني الديفرجنس؟ تعني أن هناك نقص في المومنتوم نقص في الزخم نقص في قوة السوق بالتالي السعر قد ينزل طيب لنذهب إلى فرايم الأسبوعي لنرى ماذا يحدد في فرايم الأسبوعي نحن الآن أين؟ نحن في تصحيح هل هذا التصحيح مكتمل؟ يجب أن نرى تفاصيله يجب أن نرى موجاته لكي نفهم أل هو مكتمل أم لا أريد أن أرى أن أتواجد بالنسبة للموفينجات لاحظوا بالنسبة للموفينجات لاحظوا المسافة الكبيرة بين الموفينج 50 والموفينج أفرز 200 وأنك احتمال كبير أن يعود إلى السعر لهذه المنطقة طيب كذلك لنزل الموفينجات حتى لا تقوم بتشتيتي تركيزنا أريد فقط أن نبقى بدون مؤشراته في الآخر قبل تحديد مناطق مهمة أريد أن أرى هذا التصحيح هل هو مكتمل أم غير مكتمل أريد أن أرى تفاصيله إذن علينا دبيل فريم اليومي طيب في فريم اليومي أريد أن أرى هاتي التفاصيل كيفية لاحظوا التصحيح يجب أن يكون فيه على الأقل ثلاث موجات تصحيحية ثلاث موجات تصحيحية ولكن موجات قوية لاحظوا أول موجة هي قوية ثاني موجة هي قوية ثالث موجة قوية بالتالي هذا لا يمكن أن يكون تصحيحاً به ثلاث موجات قوية طيب لدي هاته الموجة الوحيدة التي هي تصحيحية لاحظوا هاته الموجة هي تصحيحية وهي مكتملة لأنها بها موجة قوية ثم تصحيح ثم موجة تانية هاته الموجة كلها موجة واحدة وتم كسرع بالتالي هاته A B C لهاته الموجة تلاحظون طيب إذن هاته بنسبة لي أنا الآن أصبحت موجة واحدة هاته بنسبة لي أصبحت ماذا؟ أصبحت موجة واحدة طيب هذه الموجة واحدة ماذا تبقى لي؟ تبقى لي هذه الموجة وهذه الموجة وهذه الموجة طيب لأحصل على هذه الموجة سينزل السعر أتوقع أن ينزل السعر لها المنطقة ليعطيني هذه الموجة بعد ذلك ماذا سيتبقى لدي؟ ستتبقى لدي هذه الموجة وهذه الموجة بالتالي سأتوقع الحصول على هذه الموجة لنقوم بتغيير لونها هاتي الموجة سأتوقع أن أحصل على مثلها هنا ليتم كسر هذا الطب طيب بعد ذلك ماذا سيتبقى لدي لكي يكتمل هذا التصحيح لكي يكتمل هذا التصحيح سأحتاج إلى هاتي الموجة هاتي الموجة مهمة سأضعها بلون آخر لنقول أخضر أريد هاتي الموجة هنا وهنا في هذه هذه الطريقة أو هذه التصحيح هنا قد يكون قد اكتمل هنا عندما يتم إعطاء كل هذه الموجة قموا بوضع سنابشات أو يعني قموا بوضع صورة أو يعني قموا بتصوير هذا التصحيح لأن هذا هو التصحيح الذي أتوقعه أصدقائي طيب الآن إذا ما يكتمل هذا التصحيح هنا ممكن أن نأخذ هاتي الموجة في هذه المنطقة إذن نحن الآن كما قلت في تصحيح على فريم الويكلي واليومي طيب على فريم أربع ساعات الآن سنبحث عن ماذا؟ عن بيع للأمازون يعني سأبحث عن البيع للأمازون متى؟ عندما يتم إعطائي موجة دافعة وتصحيح على فريم أصغر فريم ساعات مثلاً ولاحظوا هنا إذا أعطني هذا لاحظوا لديه هنا الآن أريد أن أخذ قلماً لديه هنا موجة دافعة إذا أعطني هنا تصحيح فهذا بيع إلى هذه المنطقة تلاحظون لأخذ هذه الموجة بالتالي أصدقائي أنا أتوقع للأمازون أن نبقى في تصحيح لمدة طويلة لا أتوقع له نزول الآن أتوقع أن نكون في تصحيح لمدة طويلة أصدقائي لذلك توخوا الحذر في تدول شركة أمازون قموا بوضعيات الصورة أمامكم ف90% من الحالات هذه الصورة التي قد تتحقق طيب ماذا لو كان هناك تصحيح ودخلنا في هذه الصفقة ونزل السعر هذا جيد نحن في صفقة رائعة كلما كان هناك تصحيح ندخل كلما كان هناك تصحيح ندخل إلى أين؟ ربما لنبدأ لنحدد بعض المناطق التي قد تكون مناطق مهمة التي قد يرتد إليها السعر مثلاً منطقة مهمة هذه المنطقة مهمة بالنسبة لي كذلك ولاحظوا هي المنطقة التي نتوقع أن يرجع إليها السعر في المستقبل لاحظوا ذلك السام الأخضر ذلك السام الأخضر الذي يعطي نعتي الموجة لاحظوا مباشرة هي المنطقة التي كنت أريد أن يأتي في السعر إذن هذه المنطقة هي منطقة مهمة أحذروا منها أصدقائي إذا قمتم بالبيع إذن كما قلت نحن في تصحيح والسعر لاحظوا السعر فهو مبتعد عن الموفين أفريج خمسين وأظن أنه سيعود إليه ونحن كما قلت في تصحيح ولازل هناك صعود للسعر ولكن بعد إكمال هذا التصحيح أصدقائي إذن كما رأيتم هذا هو تحليل اسام أمازون لن يكون هناك يعني نزول قوي أو أي شيء من القبيل نحن في تصحيح يجب أن يكتمل التصحيح نستطيع الدخول في صفقات شراء وبيع يعني day trading كما أعطيتكم الآن الآن لدينا فرصة مهمة لسام أمازون للبيع فكما قلت إذا كان رأي يتصحيح regular flat في هذه المنطقة على فريم الساعة يعني نموذج الرعية تستطيعون البيع فقط لكسر هذه المنطقة فقط لكسر هذه المنطقة يعني فقط إلى هذه المنطقة هنا هنا سيكتمل تكتمل موجة من الموجة التي أريد يعني فقط عندما يتم كسر هذه المنطقة قد يصعد السعر ليعطينا هذه الموجة التي بالأحمر إذن هذا هو تحليلي لسام الأمازون هذه رؤيتي المستقبلية إن شاء الله لسام أمازون ماذا لو أصدقائي لم يكن لدينا تصحيح فهنا ماذا لم يعطيني تصحيح هنا وصعد السعر ل هذه المنطقة هل سأبدأ بالشراء لا لا نبدأ بالشراء دائما أبحث عن البيع الآن في هذه المنطقة أريد أن يقوموا أن يكون هناك تصحيح ثم موجة دفعة ثم تصحيح وأبحث عن البيع متى أبحث عن الشراء فمهم جدا نقل هذا السينار قبل أن يكمل هذا الفيديو مهم جدا هو وعندما يتم كسر هذه المنطقة هكذا أريد أن أرى كسرا قويا ثم يعطيني تصحيحا ولكن يكون تصحيحا كبيرا يعني مثل هذا التصحيح لاحظوا مثل هذا التصحيح لاحظوا مثل هذا التصحيح أريد هنا للدخول في الصفقة لاحظوا موجة دفعة ثم تصحيح كبير ثم موجة دفعة تلاحظون هذا ما أريد إذن هذا هو تحليل أصدقائي لسام أمازون بعدها قرار تلحي جيف بيزوس عن المنصب رئيس التنفيذي يعني لا يكون هناك تأثير كبير نحن في تصحيح كما قلت كان معكم يسا من قناة العلم العفو الكديم وإلى اللقاء في درس جديد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته